طب انت عارف لو عيان قلبه وقف وبعدين بنروح نعمله تنفس صناعي زي ما احنا عارفين كده يعني mouth to mouth breathing طيب هو انت كده بتديله اكسجين ولا بتديله ساني اكسيد الكربون احنا كلنا عارفين ان احنا بنتنفس الشهيق بتاعنا بناخد اكسجين وبنطلع ساني اكسيد الكربون يبقى كده احنا بنفتح بق العيان وننفخ بقه فبنديله ساني اكسيد الكربون لا الموضوع مش كده الفكرة ان النفس اللي بيدخلك فيه فعلا اكسجين لكن انت مش بتستهلك كل الاكسجين اللي جواه فالنفس اللي طالع منك فيه اكسجين برضو بحوالي 17% فدول ممكن يكونوا مفيدين جدا للمريض اللي قلبه توقف فاحنا لما بنعمل تنفس صناعي او تنفس من الفم للفم لمريض قلبه وقف بنديله برضو اكسجين ولو بنسبة اقل شوية وفيه فيديو عن الانعاش القلبي الرئوي الاساسي لكل الناس يعتبر دورة بيزيك لايف ساببورت هسيب لك الرابط بتاعها تحت اسفل الفيديو بس كده ترجمة نانسي قنقر